مشاهدين الساعة للوقت التمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع رجائي تفضل الرجائي شكرا جزيلا مننا مشاهدين الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانيتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن العزيز في كلمته في ختم الندوة التثقيفية لمناسبة ذكرى نصر أكتوبر أشار الرئيس السيسي لأنه برغم مرور 51 عاما ما زال معين نصر أكتوبر يفيد بالعبر والدروس والتجارب التي يتم منها استلهام رؤية الحاضر والمستقبل وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر ممن حققوا إنجازات وبطولات على أرض المعركة وأعرب الرئيس السيسي خلال تكريم أبطال أكتوبر عن شكره لتضحياتهم التي يقدرها كل مصري أعلن حزب الله اللبناني أنه تصدى لمحاولتين تسلل لقوات الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبة وبلدة عيت الشعب واستهدفهما بقذائف المدفعية كما نفذ الحزب 11 عملية استهداف وقصف بالصواريخ المتنوعة وذلك لأهداف وقواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية موضحا أنه استهدف بهجمة صاروخية قاعدة استيلاماريس البحرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي حيفا كذلك موقع زبدين العسكري في مزارع شبعة بالإضافة لقصف لتحركات لقوات الاحتلال في منطقة يلابونة ومارون الراس فضلا عن قصف تل أبيب من جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن القصف الصاروخي من لبنان على تل أبيب تسبب في وقف حركة الملاحة في مطار بن جورجون أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزاب بوريل أن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل وقادت بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لكسنبورغ المطالبة الفورية بوقف إطلاق النار في المنطقة وذلك لتقنب توسع الحرب يتياد فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الخانق وعدوانها المكثف على جباليا ومخيمها للاجئين شمالي قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي وارتاكبها الاحتلال أمس مجزارة عبر استهداف مجموعة من الفلسطينيين وذلك أثناء انتظارهم لمساعدات أمام أحد مراكز توزيع المساعدات بمخيم جباليا هما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات كما أعلنت مصادر طبية استشهاد ثلاثين شخصا في الأقل وإصابة العشرات جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على شمال قطاع غزة أذن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عقوبات الاتحاد الأوروبي على بلاده نفيا تزويد روسيا بصواريخ باليستية كان الاتحاد الأوروبي قد قرر فرض عقوبات على إيران لاتهمها بتسليم صواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسنبورغ إنهم قرروا فرض عقوبات على 14 كيانا وفردا في إيران بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية إيران إير أعلن الجيش الروسي سيطرته على قرية صغيرة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا في وقت تواصل فيه قواته التقدم التدريجي في مناطق شرق البلاد في بين لها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت قرية ليفاندي في منطقة زابوريجيا واتخذت مواقع ملائمة بشكل أكثر أكدت صين مجددا في ختام مناورات عسكرية حول تايوان أكدت أنها لن تتخلى أبدا عن خيار استخدام القوة لاستعادة جزيرة تايوان كانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية حول تايوان أطلقت عليها اسم السيف المشترك مشيرة إلى أن التدريبات اختبرت بشكل كامل قدرات العمليات المشتركة المتكاملة لقواتها مشاهدينا نهاية موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج الصباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل